اليوم حلو اليوم حلو بشكل شخصي ان انا ارجع مع حضراتكم نتكلم تاني مع بعض بعد اجازة طويلة كل سنة حضراتكم طيبين شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك كاية اجازة طويلة مجدبش عليكم يعني كلسي زمالي حتى في الكنترول بيقولولي انبسطت في الاجازة لما يبقى فيه علاقة حلوة كده بينك وبين السادة المشاهدين بتبقى مستمتع وانت معاهم وتمنى يكون العكسة ايضا الواحد بيحس ان الاجازة بتطول بيعايز يرجع ويتكلم وكصص وحكايات ومواضيع واخبار وكل الحاجات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت كانت يعني عارف ما عايز اطلع اوليك كلمتين اجازة وخلصت ولما خلصت جينا بالخبر السعيد جينا بالخبر المفرح جينا بالنادي الاهلي ومين غير النادي الاهلي اللي يفرحنا ويسعدنا ويشرفنا مين غيره النادي الاهلي كعته تحديدا في البطولات الافريقية كبير القرى سلطان القرى سلطان كل زمان ملك ملك على عرشه ما بينزلش منه ابدا النادي الاهلي اجماعة يتعرض لظروف صعبة تلاقيه واقف على رجله تلاقي الامور بالنسبة له مكعبلة في صفقات في حكايات في مدربين واقف على رجله عندي غيابات ما عنديش غيابات واقف على رجلي تشكيله بتتغير واقف على رجلي مين يجي من بعيده ومين من قريب واقف على رجلي انتقادات للشنة وانتقادات لمحمد هاني وحسين الشحات يقفوا ويبقوا ركيزة في النادي الاهلي اساسيات في النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي حكاية يا جماعة ما بتخلص حكاية مش بتخلص انت متخيل من 1907 116 سنة نادي ما بيغيبش ابدا عن منصات التتويج اي سبات اي سبات اديني نادي في العالم انا مش ببالغ مش ببالغ عشان احنا فرحانين بالاهلي النهاردة بس الديني نادي في العالم على مدار 116 سنة واقف على رجله بطل الابطال اديني اسم قل لي كل عظماء العالم كل الاندية الكبيرة في العالم هاتلي شبه الاهلي مش بقولك الاهلي افضل من مين ولا اسوأ من مين انا بقولك على فكرة السبات في المستوى السبات على الفوز بالبطولات حكاية حكاية تستحق التأمل كثيرا وطول الوقت وطول الوقت النهاردة الاهلي قدام الرجاء عمل مباراة محترمة جدا دفعي